تقف الإخبارية لترصد الحركة التجارية قبل العيد في ظل أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على الحركة التجارية داخل أسواق بيع المستلزمات الرجالية من سوق الثميري هذا السوق الشعبي والذي يعتبر من أقدم الأسواق بالعاصمة الرياض يلتحق بنا مراسلنا عبدالعزيز الموانع أهلا بك عبدالعزيز معنا كيف هي الحركة في سوق الثميري خاصة قبل دخول العيد مساء الخير عليك حسن مساء الخير على السادة المشاهدين نعم سوق الثميري ليس هو سوق الثميري الذي اعتدنا عليه لا بحركته التجارية ولا بالانتعاش التجاري الذي كان في السابق ولا بكثرة المتسوقين هذه الصورة من خلف الآن تعكس واقع سوق الثميري بعد جائحة كورونا وكيف أثرت هذه الجائحة على الحركة التجارية وحركة البيع والشراء داخل سوق الثميري طبعا بحكم أن فترة العيد هي فترة منع تجول كامل التي تبدأ من الثلاثين من رمضان حتى الرابع من شهر شوال فلا يوجد هناك احتفالات أو تزاور بين الأهل أو حتى مناسبات عائلية التي من شأنها عادة ما تشتري الناس الجديد من الثياب والحصول على أيضا الملابس الداخلية أو لحذية كرامكم الله أو حتى مثلا بعض الاكسسوارات الرجالية من الساعات الخواتم المسابح التي عادة ما كانت تباع في سوق الثميري وكانت تلقى رواجا بشكل مستمر خصوصا في أيام رمضان في آخر أيام رمضان تحديدا من يوم السادس والعشرين إلى الثلاثين أو التاسع والعشرين بحسب الترائي لهلال شوال أيضا بسؤالنا أيضا للباعة وأصحاب المحلات هنا في سوق الثميري أجابونا بشكل واضح وصريح بأن الحركة التجارية ليست كما كانت عليه وليست هي التي تعودنا عليها طوال السنوات الفائتة في سوق الثميري تحديدا مع قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام بالنسبة لحركة الزبائن أو حتى لعملية البيع والشراء السوق تقريبا شبخ خالي بجميع الأصناف ليس هناك ذاك الإقبال الذي عادة زميلة حسن مشاهدة الكرام ما اعتدنا عليه لا في الملابس ولا حتى في أيضا الجزء الثاني من سوق الثميري الذي يختص ببيع العود ودهن العود والعطور الشرقية وأيضا المشالح والمباخر هذه الفترة شهدت فتور كبير جدا في عملية بيع العود والعطور في سوق الثميري بحكم جائحة كورونا التي أثرت بشكل عام على الحركة التجارية والاقتصادية في سوق الثميري قبل أيام عيد الفطر المبارك نعم حسب طيب عبد العزيز كيف هي الإجراءات الاحترازية داخل هذا السوق الشعبي والقديم والذي يمثل شيئا كثيرا لأهالي الرياض بالنسبة للحالة الاحترازية هنا يكمن وعيك أنت كمواطن طبعا بحكم أن السوق الآن في الفترة الحالية ليس هناك اكتظاظ بالمارة ولا حتى اكتظاظ بالباعة والمشترين ليس هناك تلك الحركة التي اعتدنا عليها في السوق تقريبا خالي لكن لذلك أنا تجدني أمام الكاميرا أقف بدون كمام لأن السوق تقريبا شبه خالي للباعة هنا كلهم يرتدون الكمام الواقي نجد أيضا العديد من الذين يعملون في المحلات يرتدون قفاز واقي وأيضا الكمام بعض القليل ممن مسمح لهم بالحركة طبعا نحن الآن في فترة سماح جزئي بالتجول فنجد القليل ممن يأتون لشراء بعض الأشياء أو الحاجيات المعينة تجدهم معتمدين على وعيهم الذاتي الشخصي بارتدائه لكماماته الشخصية وأيضا لاستعماله للقفاز الطبي الخاص به الفترة الحالية هي فترة اعتماد على وعيك أنت عزيز المواطن في حركتك في تنقلك بوعيك وإدراكك التام لتعليمات وزارة الصحة التي عادة ما أو التي تداولناها طوال فترة هذه الجائحة منذ بدايتها وحتى اليوم فأصبح الآن الرهان مرهون أو نراهن على وعيك أنت عزيز المواطن باتباعك لإرشدات السلامة نعم حسن شكرا جزيلا لك من الرياض وتحديدا من سوق الثمير عبدالعزيز الموينع أشكرك